اختتم اكثر من مائة مجلس بلدي وتسييري ملتقاهم الذي امتد ليومين متتاليين وذلك استكمالا للمؤتمر الاول الذي اقيم في شحات قبل حوالي شهرين بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتقديم خدمات افضل تحفظات جمة وتناقضات عدة صحابة الملتقى بشأن مشاركة عمداء منتخبين بعمداء عسكريين وغير منتخبين بمباركة الحكومة المقترحة حيث دعا بلدي بنغازي المنتخب في بيان له الرئاسية المقترحة والأعلى للدولة ووزارة الحكم المحلي بعدم التعامل مع من اغتصب سلطات البلديات المنتخبة بقوة السلاح حسب وصف البيان في الوقت الذي نؤكد فيه على اهمية توحيد مؤسسات الدولة وعلى لم شمل كافة البلديات المنتخبة في ملتقيات من شأنها ايصال الخدمات للمواطنين فاننا نود التأكيد على الاتي اولا يجب احترام العملية الانتخابية والتداول السلمي على السلطة من خلال صندوق الاقتراع التي ارتضيناها لتحقيق مبادئ الديمقراطية المتعارف عليها ثانيا نطالب الشخصيات التي تم تعيينها من سلطة الانقلاب باحترام ارادة المواطن الحر في اختيار من يمثله والتنحي جانبا والسماح للمجالس المنتخبة بمزاولة مهامها المناطبها مخرجات الملتقى وان كانت تصب في جيب مصلحة المواطن الا ان المخرجات حادت عن المسار الخدمي واخذت طابعا سياسيا حيث دع المجتمعون الى تشكيل لجنة من العمداء تتحاور مع فريقي الحوار بمجلسي النواب المنحل والدولة والدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وحدة التراب والمحافظة على الحدود من ابرز المخرجات التي خرج بها الملتقى فهل يستطيع العمداء العسكريون غير المنتخبين اقناع من عينهم بمخرجات الملتقى؟